حذر رئيس كيتاتشورادا المجتمع الدولي من الحالة الحرجة في تقراء خلال الاجتماع مع وفد اليونيسيف بقيادة مديرها الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا وفي المناقشات أكد الرئيس كيتاتشورادا أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية وسريعة الاستجابة قد يخرج الوضع في تقراء عن السيطرة ومهما كانت الخسائر التي تكبدناها في الأرواح البشرية خلال السنوات الثلاثة الماضية فهي لا تقارن بنوع الخسائر التي بانتظارنا ما لم يتم القيام بشيء ما قريبا وانضم إلى الاجتماع وفد اليونيسيف الذي يضم مدير مكتب اليونيسيف أبو بكر كامبو ورئيس مكتب تقراء الميداني ماتيو فرونتيني عبر رئيس كيتاتشورادا عن التأثير الوخيم لتوقف العمل الإنساني ويسلط الضوء على العواقب الوخيمة على الوضع الإنساني المدمر بالفعل في تقراء حيث يستسلم الناس للجوع لذا فإنما إذا كان علينا أن نطلق عليها مجاعة أم لا تصبح قضية أكاديمية مقدسة تماما بالنسبة لنا بقدر ما يهمنا لذا فإن ما لدينا على أرض الواقع هو وضع يموت فيه الناس بسبب نقص الغذاء عندما يكون لديك مثل تعليق مساعدات الأشخاص المتضررين بشدة لمدة عشرة أشهر فإنك لا تسمي ذلك توقفا فقد كان الأمر لائقا تقريبا على مئات الآلاف من الأشخاص حتى مع قرار استئناف المساعدات الغذائية فهو لا يمثل سوى 20% مما اعتدنا عليه سيستفيد السكان الضعفاء المحددون بوضوح من الاستئناف في المنطقة لا يزال أكثر من 90% من السكان فيها بحاجة إلى مساعدات غذائية وعيشية العام الجديد أشار الرئيس كيتاتشو في بيان إلا أن أكثر من 90% من سكان تقراي ينتظرون المساعدات الإنسانية كما أعربت المديرة الإقليمية لليونيسيف للشرق وجنوب أفريقيا إتليفيا كاديلي عن رضاها عن الاجتماع وشددت على الحاجة الماسة لتسريع الجهود لمعالجة الوضع في تقراي لقد قمت للتو بزيارة جيدة جدا واجتمعت أيضا مع الرئيس وتحدثت عن تعاوننا وعملنا معا ومدى امتناننا ونحن نعمل جميعا معا على المستوى الفيدرالي والإقليمي لدعم الأطفال نشعر بالقلق من أنه إذ لم نقم بتسريع العمل الآن إذ لم نتأكد من حصول الأطفال والأسر والمجتمعات على الغذاء وأنهم يعيشون حاليا في أمان إقطاعي ونشعر بالقلق من أن العمل المتأخر جدا قد يؤدي إلى أسوأ مجاعة التي لا نريد أن نشهدها وفي ختام المناقشة قدم الرئيس قيتاتشوردة هدية إلى الرئيس مكتب اليونيسيف المداني في تقراي ماتيو فرونتيني شكرا له على التزامه خلال فترة عمله ترجمة نانسي قنقر